هعمل دلوقتي صلطة جزر المكونات جزر، عسل، توم، شطة حقرة، محبة باركا، سمسم، كسبرة، بابريكا، وكسبرة كسبرة فرش أو بقدونس فرش الموجود هنا دي كسبرة هاخد الأول هعمل درسنج أربع معالق زيت زتون مش دايماً لازم يبقوا أربعة ممكن يبقوا اتنين على حسب الكمية يعني بس عادةً لو عملنا كمية زيادة ولقينا إن إحنا مش عارفين نعم بيين نحطها في زيادة بلاستيك ونشيلها ممكن تقعد فترة مش بطارة ممكن تقعد أسبوع في الثلاجة لو فيها طبعاً مادة حمدية وهياخد البابريكا دينا ناخد بالمعلقة معلقة ومعلقة التوم كل معلقة صغيرة كسبرة شطة حسب الرغبة حط يعني ست سبع وحدات وهاخد شوية من السمسم وشوية من حبة البركة اللي هو تقريباً ننصف معلقة هحط كوبتين من المية وبعدين كل اللي هيتعمل هقطع الجزر بس نوري حضراتكم إزاي أسهل طريقة هبتدي الأول بالنصف كده هقسمها اتنين وزي ما هي مسكينة تكون كويسة واحدة واحدة نخليها تمشي كده بالطول والنحية التانية بنا قطعتها على أربع أجزاء وبعدين نحطها على ناحية السابتة اللي هي الفلات وابتدي قطع كده ايه بالراحة لو هنطبخ الجزر ده نحاول نقطعه أرفع سنة لو هنعمله سلطة ممكن نخليه كده مهم إن احنا نبقى مثبتين الجزرة بس على لوحة التقطيع علشان ما تجريش علشان نخليهم بقى نفس المقاس ده وهاخد برضو الخضرة وهقطعها على طول هنا يبقى أنا كده فضيلي العسل والسمسم وحبة البركة في الآخر هتحطوا على الوش هضرب الدراسين كويس لأن فيه التوم تأكد إن التوم كله فاك من بعضه كده ماسك نفسه قوي ممكن نزود سنة ماية كمان لأن فيه بهوراك كتير يتحطط يبقى نزود معلقتين ماية كمان كده تماما قليبه كويس عايز ماية تاني عالفين حضراتكو هو ماسك نفسه قوي كده ليه؟ علشان أنا حطيت كسبرة وحطيت بابريكة وحطيتها كتيرة فمسك نفسه كده معلقتين كمان يبقى أنا حطيت ست معالق مية قلب بقى كويس عشان الزيت والمية دول يمتازجوا مع بعض ويدوني النتيجة دي نحط بقى بالمعلقة موسيقى 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 اشتركوا في القناة